اشتركوا في القناة قصة يوسف عليه السلام رزق الله يعقوب من البنين 12 ولدا وكان أحب الأولاد لقلبي يعقوب هو يوسف الصغير وأخوه وذات ما يساء رأى يوسف حلما عجيبا فلما استيقظ ذهب لأبيه وقال له يا أبتي إني رأيت 11 كوكب والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين عرف يعقوب أن يوسف سيكون عظيما فنصحه بعذم إخبار إخوته بالحلم حتى لا يكيد له وبشر يعقوب ابنه بأن الله سيعطيه النبوء والحكمة كما أعطاها لأجداده إبراهيم وإسحاق ويعلمه تفسير الأحلام أحس أخوة يوسف بالغيظ وقرروا أن يتخلصوا منه طلب الإخوة من أبيهم أن يدعى يوسف يذهب معهم ليلعب وافق يعقوب وما إن ذهب الإخوة بيوسف حتى ألقوه في بئر بعد أن نزعوا عنه قميسه ولطخوه بدميشات وعادوا لأبيهم في المساء يبكون وقالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذب وهذا قميسه به آثار الدماء حزن يعقوب وقال لأولاده بل فعلتم بأخيكم أمر فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون مرت قافلة بالقرب من البئر فوجدوا يوسف فيه فأخذوه وباعوه في مصر رأى وزير مصر يوسف في السوق فأعجب به واشتراه وعاد به لبيته فرحت زوجته بالغلام لأنها لم ترزق بالأولاد قال لها الوزير أحسني إليه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا مرت الأيام وكبر يوسف وصار شابا رائع الجمال فتعلقت به زوجة الوزير وفي أحد الأيام عرضت عليه حبها فتركها يوسف وحاول الفرار فأمسكت بقميسه فانشق من الخلف وفجأة وجد الوزير داخل من باب الغرفة اتهمت الزوجة يوسف بمحاولة الاعتداء عليها أنكر يوسف هذه الثهمة وكان هلاك رجلا من أقاريب زوجته موجودا فقال إن كان قميسه قد قطع من الأمام فهي صادقة أما إن كان قميسه قد قطع من الخلف فهي كاذبة فظهرت براءة يوسف لكن الحادثة شاعت في المدينة وعرف الناس حب زوجة الوزير ليوسف قررت زوجة الوزير أن تظهر للناس عدرها فدعت نساء كبار رجال المدينة وأحضرت لهم فاكهة وسكاكين وأمرت يوسف بالخروج عليهم فلما رأينه لم يصدقن عيونهن وقطعن أيديهن بالسكاكين ولم يشعرن بالجراح فقالت الزوجة هذا الذي لمتنني فيه وقد عرضت عليه حبي فرفض وإن لم يفعل ليسجلن قال يوسف السجن أحب إلي من أن أعصى الله وقبل غياب الشمس وضع يوسف في السجن وكان معه في السجن فتيان خباز الملك وساقيه وكل منهما حلم حلما فقال الساقي إنه رأى نفسه يعصر عنبا ليسقي الملك أما الخباز فقال رأيت على رأسي خبزا تأكل الطير منه قال يوسف للساقي إنك ستنجو من السجن وتعود لتسقي الملك من جديد أما الخباز فسيموت وتأكل الطير من رأسه وقبل أن يخرج الساقي طلب يوسف من الساقي أن يذكره عند الملك حيث أنه مسجون بلا ذنب لكن الساقي نسيا وبعد مرور عدة سنوات رأى الملك حلما لم يعرف أحد تفسيره رأى سبع بقرات سمينة على شاطئ النهر قد أكلتهم سبع بقرات هزيلة وسبع سنابل خضراء أكلتهم سبع سنابل يابسات تذكر الساقي يوسف وكيف فسر حلمه فطلب من الملك أن يسمح له بالذهاب إلى السجن وسؤال يوسف فقال يوسف ستأتي سبع سنين يكثر فيها الزرع تتبعها سبع سنين يعم فيها الجور ثم تأتي سنة رخاء يفيد على كل الأرض بإخراج يوسف من السجن وجعله وزيرا على البلاد وأمر يوسف بزراعة القمح والغلال طول السبع سنوات الجيدة وقال بالدخار الغلال في مخازن لتحمي البلاد أوقات الشدة وبالفعل مرت سنوات الرخاء وجاءت سنوات الشدة وكان يوسف يوزع على الناس القمح والغلال واشتد الجوع فكان الناس يأتون من البلاد المجاورة ليأخذوا حاجتهم ودات يوم دخل إخوة يوسف عليه فعرفهم ولم يعرفوه فأكرمهم وأطعمهم ولكنه طلب منهم أن يأتيوه بأخيهم الصغير معهم ليعطيهم ما طلبوا وأمر يوسف خدمه أن يدعوا لإخوته بداعتهم التي جاءوا بها ليبادلوا بالقمح في أوعيتهم عاد الإخوة لأبيهم يعقوب وطلبوا منه أن يرسل معهم أخاهم الصغير وافق يعقوب بعد أن حلفوا له أن يحافظوا عليه ما إن رأى يوسف أخاه الصغير حتى أخذه لمكان بعيد وقال له أنا أخوك فلا تذكر ذلك لإخوتك ثم طلب من الخدم تزويد إخوته بالقمح ودس يوسف في وعاء أخيه كأس الملك وما إن تحرك إخوة يوسف حتى صاحبهم الجنود إنكم صارقون سرقتم كأس الملك وفتشهم يوسف فوجد الكأس في وعاء أخيه عاد إخوة يوسف لأبيهم وقص عليه ما قد حصل حزن يعقوب على ابنه وثذكر فقده ليوسف وظل يبكي حتى فقد بصره عاد إخوة يوسف لمصر مرة أخرى يرجو يوسف أن يطلق أخاهم قال لهم يوسف هل علمتم ماذا فعلتم بيوسف وأخيه قالوا له إنك أنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا لا تخافوا فلن أعاقبكم ثم أعطاهم قميسه وطلب منهم العودة لأبيهم وأن يلقوا بقميسه على وجه أبيهم ليعود بصره وطلب منهم أن يأتوا ليعيشوا في مصر وبالفعل عاد الإخوة ليعقوب وما أن وضعوا قميس يوسف على وجه يعقوب حتى عاد مبصرا ورحل يعقوب وأهله إلى مصر ودخلوا على يوسف وهو جالس على العرش فانحنوا له تعظيما لمكانته وهكذا تحققت الرؤية وهكذا كانت نهاية قصة يوسف عليه السلام والعبرة والموعدة منها أن الظلم مهما طال فإن الله ينصر المظلوم ولو بعد حين وأن الحقد والبغضاء من أسوأ الأخلاق الذميمة فكونوا دائما متسامحين متحابين ولا تدعوا من دون الله أحدا ولا ترجوا إلا سوى سبحانه وتعالى أتمنى أن تنال هذه القصة إعجابكم وإلى اللقاء في قصة ترجمة نانسي قنع